اشتركوا في القناة وقد التقى سموه شيخ خالد بن حمد خلال الزيارة برئيس نادي النجمة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن مبارك الخليفة ورئيس نادي المنامة سعادة السيد حسين عبد الرضى القصير وعدد من أعضاء الناديين وأشاد سموه بالعطاء الكبير الذي يبذله نادي النجمة ونادي المنامة في خدمة الرياضة البحرينية من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة وتشجيع الناشئة والشباب على ممارسة الرياضة من خلال مشاركاتهم في مختلف الفرق الرياضية في الناديين وخوض المسابقات المحلية واستمع سموه إلى إيجاز من رئيسي الناديين حول الخطط المستقبلية والبرامج التي يسعى الناديين لتنفيذها بهدف ضمان استمرار الجهود لتطوير الكوادر الإدارية والفنية ورفع مستوى الفرق ومنتسبيها لتعزيز المشاركة في بناء وتقدم القطاع الرياضي من جانبهما قدم رئيسي الناديين الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة على الزيارة التي قام بها والتي تعكس تقدير سموه لجميع الجهات الرياضية وحرص واهتمام سموه بتعزيز التواصل بهدف الدفع بالجهود نحو الارتقاء بمستوى الأندية الوطنية مشيدين بالجهود المتميزة التي يبذلها في خدمة الرياضة البحرينية مضيفين أن سموه حريص على تقديم الدعم للجميع بهدف تحقيق نهضة شاملة في القطاع الرياضي لإحراز مزيد من الإنجازات معاهدين سموه باستمرار الجهود لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للرياضة البحرينية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة نادي الناجمة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن مبارك الخليفة نتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لتفضل سموه بزيارة مغار نادي الناجمة واجتماعه في مجلس الإدارة لذي اطمئنان على الأنشطة الرياضية في النادي وفرقه والأطلاع على المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية وفي الختام نكرر لسموه هذه الزيارة وجهوده المبذولة في خدمة الرياضة في مملكة البحرين والتي هي بمثابة وسام فخر للجميع تشرفنا اليوم بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هذه الزيارة تعطينا حافظ كبير لاستمرار التقدم في مجال الرياضي وتأكد هذه الزيارة على الاهتمام البالغ اتجاه الرياضة البحرينية ونتمنى أن نحقق الأفضل في هذا المجال الحمد لله كان زيارة مثمرة ممتازة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر